بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه كثير من الأخوة والأخوات يسألون متى أدعو الله سبحانه وتعالى في أي لحظة في أي وقت ليستجيب لدعائي وكما تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وآله قد ذكر أوقات استجابة الدعاء مثلا بعد صلاة الفريضة أو عند نزول المطر أو في صلاة الفاجر وإلى غير ذلك يذهب مجموعة من الشباب إلى بيت آية الله الشيخ بشير النجفي حفظه الله وأدام الله سبحانه وتعالى ظله وارفا على بلاد المسلمين وقالوا له متى ندعو الله عز وجل في وقت يستجيب فيه الدعاء لنا فقال لهم آية الله الشيخ بشير النجفي دام ظله الوارف اللحظة التي تستطيعون من خلالها أن تحصلوا على حوائجكم وعلى أمنياتكم هي اللحظة التي أنتم تعملون فيها أنت تعمل كسائق سيارة أنت تعمل في وظيفة معينة أنت تعمل في محل معين أنت تعملين في البيت كربة بيت أنت موظفة إلى غير ذلك قال آية الله الشيخ بشير النجفي في اللحظة التي أنتم تتعبون في العمل سواء عمل البيت سواء عمل خارج البيت تتعبون تصلون إلى قمة التعب طبعا هذا التعب في الحلال تعب في الحلال عندما تصلون إلى قمة التعب في الحلال في هذه اللحظة عندما تجد نفسك متعبا مرهقا جدا 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 في الحلال للحصول على الحلال والعيش بالحلال أو لإرضاء الزوج أو لإرضاء العائلة والأولاد والزوجة إلى غير ذلك أو لإرضاء الله سبحانه وتعالى إرضاء أهل البيت هنا ادعو الله عز وجل في هذه اللحظة وأنت في قمة التعب فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك فورا ويقضي لك حوائجك إذا كنت تعمل كعامل بناء في لحظة التعب جدا جدا تصل إلى قمة التعب ادعو الله هنا أنت في الوظيفة وفي لحظة من اللحظات شعرت أنك وصلت إلى قمة التعب أنت ربت بيت وشعرت بأنك وصلت إلى قمة التعب هنا في هذه اللحظة ادعو الله عز وجل الله يستجيب لكم فورا لماذا؟ لأنكم تعملون وتكدون لأجل أولادكم لأجل عوائلكم لأجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى وأهل البيت بأنكم تبتعدون عن الحرام وتتعبون في طلب الحلال الله سبحانه وتعالى يحب هكذا عبد يتعب نفسه في الحلال لذلك يستجيب له فورا فجرب ولا تشك واجعل من ذلك أسلوب حياة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام المشاهدين